إذا بدك الله يلبيك في كل دعاء تقريبا إلا ما شاء في كل دعاء إلا ما شاء بدك تعيش حياة العارب بالله اللي أحسن تعريف له أنه هو الذي لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره هذه أعظم تعريف العارب بالله مر عليه في حياتي هو هذا السيدة من عطال الله سكندري العارب بالله يكون ملياردير عنده مليارات وإذا دع الله بالملح أو بالخبز يدعو بكامل بملء الشعوب الفقر أني ربي فقير فقير جدا إلى الملح لو هذا الملح ما تيسر أنا حجوع وملياراتك مليارات إيش ولا حط فيها ثقة بمقدار حبة ملح واحدة هو هذا العارب بالله فيهيك الله إن شاء الله يكون فيهومة محمد زيك إن شاء الله إن شاء الله يكون في زيك بس صعب يعني هذه الشغلة صعب كثير إحنا ما عندنا مليارات وعندنا شوية علوف نشعب ماذا بحالة غناء هل نستطيع نحتفظ بهذه الحالة دائما إحنا هو هذا حتى لو عندك إيه مليارات بده تحتفظ بدعاء المضطر كيف المضطر اللي بنته إيه من كنتموت بعد عشر ساعات إذا ما أعطهاش الدواء إيه في ظرف إيه خمس ست ساعات ومعندوش ولا فلس كيف حنحن دعاء بهذا الدواء بهذا الدواء يكون دعاء مضطر مفروض صاحب المليارات يدعو مثل هذا الدعاء دعاء مضطر طب والمليارات لا ثقة لي بها لا ثقة لا ثقة لو شاء الله أقسم بالله تذهب في لحظة في ثانية وتعود فقيرا تجوز عليك الصدقة ما رأيك هذا العارف بالله الذي لا يزول يعني إلى الله اضطراره لا يزول اضطراره ولا يكون بغير الله ومع غير الله قراره لا يقر ولا يطمئن إلا إلى ربه وهو في حالة اضطرار اللهم أعطنا ذلك هذا العارف هذا صاحب المفاتيح شاهدت مفاتيح صديق تلاقيها وقديم وصغير يفتح ويدخل وإنت جايب لي مفاتيح نصف متر ومذهبة وشغلين عليها وعملها دعايات ما بتفتح ما بتفتح يا حبيبي ما بتفتح ما بتفتح هذه محفوظاتك حفظ الكتاب أدعية صغيرة ومين ومين وحيني وكلف الفاعلين والذهبين والراجلين والطالعين والنازلين عمل لي فيها سجع وبتغني لي في الدعاء ولا دعوة استجيب لها ولا دعوة تعلموا يا أمة محمد أن تتركوا حالة الكذب اللي نحن فيها هذه أقسم بالله حالة الرياء والكذب والدجل ودجل على أنفسنا على رب العزة ما في حدا بدجل لا إله إلا هو روح ادعو تباكم ما في دعوة استجاب رحمة الله على شيخ الإسلام وشيخ العارفين في وقت إبراهيم ابن أدهم أبو إسحاق رضوان الله عليه قال مرة كنت في الحج أنا أبو إسحاق ابن أدهم بقول أنا كنت في الحج ويوم عرفة يوم الوقف يعني في عرفات الناس في سهل عرفات وهذا يدعو وهذا يبكي وهذا أصيح وهذا كما قل قال وإلى جانبي أعجمي مسلم سال الدموع على إيه خدي شعور منه بالعجز ما باعف العربية مسكين وإبراهيم بلدها طبعا أي برضو عجم هو قال قلت له يا أخي ألا دعوت ربك قال لا أحسن لا أحسن أدعو كما تدعون حافظين آيات أنت وحديث وأشياء أنا مش حافظت يا أشياء قلت له لا عليك ادعو بما تشاء كيف تشاء بلغتك قال له ادعو بعجميتك يعني فقال رفع يدي ودعا بدعوات خفيفة يكبل فارس وكذا قال غلبتني عيناي فرأيت ملكا من السماء نازلا يكتب حتى دنم مني فقال قد لبى الله دعوات الموسم هذا إيه دعوات الحجيج هذا الموسم كرامة لهذا الأعجمي الصادق الله قبل الجميع عشان هذا عشان دعوته مقبولة الله أكرم أنه إيه يقبل دعوة واحد يرد دعوة الثانيين قال قبلتكم جميعا لأنني قبلته هو الأفهة الفههة الأفهة العيي اللي ما عنده بلاغة وما عنده إيه فصاحة وما عنده جزالة لكن دعا من قلب يستشعر الفقر متحقق بالفقر هذا نحتاج أن نتعلم ونحن نفتح على الله تبارك وتعالى